نظن أنه إذا كان قدروا يعملوا العملية هذه وكملت الظروف الجوية والمداخية كما راهي اليوم نظن أنه ممكن أن العملية تنتهي قبل نهاية الأسبوع إن شاء الله اطمئنه الأنترنت ستعود نهاية الأسبوع وأيام اشتراكاتكم التي شهدت ترد في خدمة الأنترنت ستعوض لكم هكذا طمأن المدير العام لاتصالات الجزائر أزوى ومهمل زبائن اتصالات الجزائر مؤكدا خلال ندوة صحفية عقدت بالمقر العام أن أشغال الصيانة بالكابل البحرية الذي حرم الجزائريين من 80% من قدرة عرض النتاق الترددي الدولي الخاص بها قد انتلقت وذلك بإشراف فريق تقني أجنبي إلى جانب ثلاث مهندسين من اتصالات الجزائر وهذا على مستوى الطرف الأول من الكابل في حين لا تزال عمليات البحث متواصلة للعثور على الطرف الثاني من الكابل المتضرر للشروع في عمليات ربطه بالطرف الأخر وذلك لاستكمال نسبة القدرة على العرض إلى أكثر من 400 جيجا بايت في الوقت الذي تستغل الآن فقط 80 جيجا بايت لأن العطب أصاب الكابل الذي يحتوي أكبر نسبة قدرة عرض والتي تستحود على ما نسبته 80% صور العطب الذي أصاب الكابل والتي تم عرضها خلال الندوة السحفية طرحت بقوة فرضية لتلاف العمدي إذ تظهر أن الكابل تعرض للقطع بواسطة أداة حدة أي بفعل فاعل وهو ما لم يستبعده المدير العام ما دفع بالمؤسسة الوطنية للاتصالات لرفع دعوة قضائية ضد مجهول على يتم الكشف عن هوية الفاعل وتفاصيل الحادث الذي أثر على حركة الانترنات وألحق أضرارا باتصالات الجزائر وبزبائنها على حد سواء حيث أكد المدير العام للشركة أن التحقيق ستقوم به وزارة الناقل ومدرية الملاحة البحرية بالإضافة إلى حرس السواحل وأطراف أخرى